موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً في الحلقات الماضية ذكرنا آيتين من سورة البقرة خاص بالذين كفروا بأنهم لن يؤمنوا الذين استمروا عندهم رسول الله في الدعوة وكابروا على مدى 13 عاماً ثم ذكرنا بعدها فئة أخرى فصل فيها الله عز وجل في سورة البقرة من الآية تقريباً نعم من الآية 8 إلى آية 25 فئة فصل فيها الله تفصيلاً عجيباً وتوصلنا بترجيحي الخاص بأن هذه الفئة هي جزء من المهاجرين الذين هاجروا لدنيا يصيبونها كما فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري من طريق شيخها الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحي بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقم بن القص الليثي عن عمر بن الخطاب العدوي عن النبي عليه الصلاة والسلام رفوعاً إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فالنبي قسم المهاجرين وهذا في عقلياتنا نحن نتنقل يعني لا نقسم المهاجرين نجعلهم كلهم كتلة واحدة وكلهم لا أحياناً فيه ذكر الحديث يقسم يقسم المهاجرين لا نعرف عدد من هاجر إلى الله ورسوله ممن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هذا موضوع آخر لكن المقصود هذه الآيات هي أقرب لأنها في بعض المهاجرين لماذا؟ لماذا ليست في الأنصار؟ لأن الأنصار كما قلنا زعيمهم لازلت له القوة عبد الله بن أبي ويعني لم يسلم بعد وكان المسلمون أتوا أدلة أتوا ضعفاء يعني الأنصار كانوا خمسة آلاف تقريباً والمهاجرون حوالي مئة مع عوائلهم وأطفالهم ليس لهم أثر فلن يتقرب أحد بالإسلام إلا بعد أن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وهنا اختلت الموازين وبدأ الإسلام نفاقاً والإسلام طوعاً لا نتهم جميع من أسلم من الأنصار بعد بدر بأنه أسلم نفاقاً الغريب أنه بعد انتصار النبي في فتح مكة قلنا أسلموا الطلقاء طائعين مع أنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام طيلة ثلاثة عشر بمكة وثمان عشر سنة بالمدينة بينما عندما أسلم عبد الله بن أبي لانتصار النبي بيوم بدر قلنا نفاقاً يجب أن نقول هذا نفاق وهذا نفاق أو نقول هذا إيمان وهذا إيمان طبعاً عبد الله بن أبي خاصة فيه يعني فيه تفصيل لكن من أسلموا معه لماذا يتهمون بأنهم كلهم منافقون على يتحال سنبقى مع القرآن لن نذهب للروايات سنبقى ما أمكننا مع القرآن الكريم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذه الآيات تدلك على الصعوبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواجهها مشكلتنا أننا نظن أن النبي عاش ملكاً يأمر فيطاع وأن أعدائه واضحين تماماً لا هناك خصوم وهناك أعداء وهناك مترددون وهناك مثبتون وهناك مفسدون وهناك ناس فيه يعني صعب صعب عندما تحكم فئات بهذا التناقض انظر ماذا يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضاً فزادهم الله مرضاً السياق يدل على أنه من المهاجر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ما هي طبيعة إفسادهم يظهر لي أنه تشكل جماعة مناوية جماعة مستقلة عن القرار النبوي يظهر لي وسيأتي كيف أنهم ينصحون وعندهم شياطين يلجأون إليهم وهذا في فهم السيرة وفهم هذه مهمة هذه الأشياء في فهم السيرة وطبيعة علاقة النبي وطبيعة هدايته وإرشاده ومعاملتها للناس بالظاهر إذن أعيد الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض طبعاً الإفساد في الأرض بحاجة أن يؤخذ من القرآن أيضاً ما معنى هذا يحتاج إلى فتح كل الآيات مثلاً طبعاً الآيات كثيرة في الإفساد في الأرض بس كأنه حتى الآن ما أريد أن أذكر رأيي المهم أنهم يفسدون في الأرض الإفساد في الأرض بالوشاية بالتشكيك بالالتقاء بأهل الكتاب اليهود في المدينة كانوا حلفاء لقريش من قبل وقد سبق أن يعني ربما انبهر بعض المهاجرين عندما وصلوا المدينة ربما التقوا بالمنافقين وخاصة أن المهاجرين سكنوا أول ما سكنوا في ديار المنافقين شرق المدينة في العوالي وفي ديار بني قريضة وبي النظير فأصبح هناك اشتباك فربما قال لهم يعني استطاع اليهود أن يضلوا بعض المهاجرين وشكوا في النبوة يظهر لي ولذلك الله حذر قال يا أيها الذين آمنوا انتطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وسنأتي لدور أهل الكتاب في القرآن الكريم في سورة البقرة دور هائل هائل وكانت كانوا القيادات حتى أن الله عز وجل لما نزل القبلة يعني كان يخاطبه الكتاب كأنهم هم أصحاب القيادات الذين يعني شككوا المسلمين وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب وعلى عقبيه وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون ففيه في علاقة بين في قيادة أهل الكتاب بس أنا ما أريد أستبق ما يخصها الكتاب دعونا الآن فيه في هذه الفئة التي ذكرها الله وستحب النبي أكثر وترحمه أكثر لما تعرف أنه أن جيشه مختلط من الأعراب والمنافقين والذين في قلوبهم الرضوى والمفسدين والصالحين والثابت ما يعني ما هو مقدار الثابتين هذا يحتاج إلى بحث مقدار الثابتين ما نسبتهم خمسين بل مئة ستين عشرين هذا يحتاج إلى بحث وربما استعان بالتاريخ لكن نحن الآن في القرآن نأخذه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني هم مصرون على التواصل الذي معه الكتاب أو في تشكيل فئات يعني مستقلة عن القرار النبوي يظهر لي حتى الآن أقول هذا احتمال يحتاج إلى بحث بس الآيات تدل عليه وإذا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا آسف نعم ألا أنهم نسبدون نعم وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس آمنوا كما آمن الناس هناك نوع من الناس أو قسم من الناس إيمانه صادق يطيع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة تام يحب النبي ويصبر على الأذى يعني مستوى إيمان عالي وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قال غالبا هؤلاء الناس هم مستضعفون الفقراء وقد حد الله حدد في آية أخرى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أظن في الحشر أظن أو آسف في الأنفال فهناك صفات المهاجرين أيضا هناك صفات تضبط من هم المرض عنهم ومن هم المهتزون ومن هم لكن هذه الآية دعونا الآن نكمل بس أريد أذكر فقط ما على السطح ما تظهره الآية من السطح لا أريد أن أغوص كثيرا فنتشعب وإلا فكل لو فصلنا في معنى لا يشعرون ولا يعلمون وكيف يعاقبهم الله والعدل الإله لأطلنا إذن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إذن هناك قسم من الناس إيمانهم تمام إيمانهم جميل لماذا لا تسلمون مثلهم لماذا لا تؤمنون كإيمانهم قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء يظهر أن أن هؤلاء المؤمنين الصادقين كانوا من الضعفاء من الموالي من الضعفاء من الأحلاف لا أريد أن أسمي لكن يظهر تسميتهم السفهاء يدل على أنها هذا الفئة القراشية من المهاجرين يظهر أنها كانت يعني بقي فيها شيء من الجاهلية من العلو العلو بهذا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا إذا وجدوا المؤمنين بصدق القسم الأول قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون من هم هؤلاء الشياطين إذا عادوا إلى شياطينهم يعني قيادات يظهر أنهم قيادات لأن شياطين الأنسي والجن الجن فيهم شياطين والأنس فيهم شياطي من هم هؤلاء القيادات هل هم من أهل الكتاب هل هم يستحيل أن يكون القيادات أو يستبعد أن يكون من الأنصار أن تكون القيادات من الأنصار وأن هذه الفئة لجأت يظهر لي أنه من أهل الكتاب أن أهل الكتاب اليهود لو تقرؤون وسنأتي تحذير الله من أهل الكتاب وما فعلوه في المسلمين في المدينة وكيف اقتطعوا منهم وكيف أضلوهم وكيف ستعرفون أن هؤلاء الشياطين ربما المراد بهم القيادات الموجهة من أهل الكتاب الذين اختلطوا مع الفئة التي مالت إليهم وضعفت أمامهم من المهاجرين وطبعا عندما نقول من المهاجرين ليس كل هذا القسم ليس كله واحدا قد يكون هناك أناس منافقين تماما أناس مترددين في قلوبهم مرض تعبير عام يعني تعبير قد يصل للنفاق وقد يكون دون ذلك كما قلنا في التفريق بين الإسلام بين الإيمان هناك المصطلحات في القرآن القرآن غني لغويا بمعنى أنك اللفظة الواحدة بسياقها لها أكثر من مع كل سياق لها معنى لها معنى لا يتناقض ولكن يتفق مع هذا السياق هذا موضوع آخر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئوا بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذا عجيب هذا يدل على أنهم هذا الاستهزاء أنهم منافقون يعني أنهم وصلوا مرحلة النفاق وقد يقول ليسوا بالضرورة جميعهم عندما يقول وإذا لقوا قد يكون قسم منهم فعل هذا وعندما يقول وإذا قيل لهم قد يكون قسم منهم قيل لهم فالاستخدامات القرآنية ليس بالضرورة عندما يتكلم عن فئة ثم يذكر صفات أن هذه الصفات في كل فرق قد تكون هذه الصفة في هؤلاء وهذه في هؤلاء وهذا يحتاج إلى بحث وبعد الفاصل إن شاء الله سنذكر آية أخرى أو بقية من الآية 16 إلى 25 لنستكمل هذه الفئة بعد الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله طبعا الآية الأخرى قوله تعالى أولئك الذين وهو يصف على هذه الفئة التي فصلها الله أول فئة فصلها الله في القرآن تفصيلا وضعناها في غر موضعها لأنهم عبد الله بن أبي وجمعاتهم بينما فيها تفصيل يدل على أنهم من المهاجرين يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذا يدل على أنهم كانوا مؤمنين كانوا مؤمنين هو اشتروا كان معهم هدى باعوا واشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بطن عمي فهم لا يرجعون هذا عجيب يعني هذا الوصف أيضا في هذه الفئة أو عدم فهمنا لهذه الفئة لا يجعلنا نتعاطف مع النبي عليه الصلاة والسلام يجعلنا نظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جبهة واحدة فقط أمام كفار قريش وأن بقية أصحابه في المدينة ما شاء الله يتفانون بينما هذه القراءة للآيات تعطينا تعاطفا أكثر مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو ملزم بأن يأخذ أو شرع الله له وأخذ الناس بالضاهر وهؤلاء يسعون للإفساد في الأرض وتفريق الناس عنه وتكوين جماعات مستقلة الرأي والتواصل مع اليهود مع الشياطين أهل الكتاب الذين أنكروا أن نبوه حسدا وسيأتي دورهم كيف موقف النبي الآن؟ ماذا يفعل؟ كما طبعا في العهد المكي صار للنبي ما صار من حصار الشعب ومن الأذى لكن الآن في العهد المدني الآن في دولتها الآن يجد هؤلاء هذه الأصناف إذن هذا الوصف الآن نكمل صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء هذا يشبههم الله عز وجل تقريبا الصيب كأنه الوحي فضل الوحي ما موقفهم من هذا الوحي؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق كأن الظلمات للآيات المتشابهة والرعد للآيات الدلاء البعيدة والبرق للدلاء القريبة فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والصاعقة تجمع بين الرعد والبرق فكأنها إذا اتضحت الحجة يصمون أنفسهم عنها انظر هذا التصوير العجيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكال البرق يختف أبصاره كلما أضاء لهم ما شو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هنا التصوير عجيب ويحتاج الشرح أكثر أو تدبر أكثر وجمع الآيات أكثر في هذا لكن الخلاصة أن النبي من أول ما وصل المدينة كانت هناك فئة يرجح أنها من المهاجرين وحلفائهم يرجح كما قلنا بأن الأنصار كانوا قد عاهدوا أنهم ينصرون النبي مما بايعوا بيعة العقبة أن ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أكثر استعداداً وهم أخوال النبي من قبل لكن كانت فئة من المهاجرين في قلوبهم مرضاً من قبل وزادهم الله مرضاً في المدينة زيادة يحاولون يفسدون في الأرض يتسافه أو يتهمون المؤمنين المخلصين بأنهم سفهاء عندهم شياطين وقيادات حتى كأن في تلميح أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم كان فيه ظلال ظلال في آية بأن لهم اهتمام بالتجارة الله أعلم هذه ليست في أحياناً ظلال ظنية وأحياناً في أشياء مؤكدة مثل المرضى التي ذكرناها في صورة المدثر بس هذه بس للباحث للضم ثم بعدما شرح الله هذا أتى أيضاً أكد قال يا أيها الناس يا أيها الناس عبدوا ربكم هذا لا زال خطاب له يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا الله أنجاداً وأنتم تعلمون البعض البعض قد يستغرب لماذا هذه الآيات كأنها للكفار يعني لا هذه في سياق نقد من أو زعم بأنه آمن بالله ورسوله وكان يخالع الله والذين آمنوا طيب لماذا الآن التأكير على ذكر الآيات الكونية بأن الله هو الذي خلق بأن الله الذي خلق الأرض وأن أولياءكم ليس لهم من قطمير وليس لهم يعني ليس لهم موتاً لا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورة ولم يخلقوا السموات ولا الأرض لماذا هذا التأكير والله أنني أحياناً مع بعض الأخوة مع بعض المختلفين الذين اختلف معهم أكاد أتذكرت الآن يعني أكاد أظن بأنهم لا يؤمنون بأن الله هو مالك كل شيء تعصب لرمز أو لفكر أو لرأي تعصب عجيب وكأنه له الفضل لهذا الرمز أو لهذا الرأي أو لهذا الاعتقاد وأصحابه أو هذا المذهب كأنهم هم الذين خلقوا السموات والأرض لا يعدون الله في حساباتهم أبداً ولذلك تأتي لذة هذا الخطاب تأتي يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشد يعني تأتي الآن مناسبة ولا يشعر بمناسبة هذا دخول هذا في مخاطبة المؤمنين الذين أو الذين قالوا أنهم مؤمنين لا يشعر بلذة هذا الخطاب هنا إلا من كابد من هؤلاء الذين أيضاً يقولون هم مصلحون ويسفهون مخالفيهم ولهم قيادات ونفساً تقريباً نفس الصورة مصغرة أو نحن لا نزكي أنفسنا بأننا يعني في مستوى أن يتبعونا أو لا لكن المقصود أنك تأتي أحياناً بالآيات بالأدلة تقول تعالوا يا جماعة نتحاور تجد نفس الصدود نفس الله كأن الله ليس له حق أن نطيعه أن نتدبر كتابه أن نطيع رسوله أن نخضعه ونسلم تسليماً كاملاً لهذا الكتاب وللنبي عليه الصلاة والسلام هذا غريب وهذا الشعور يحدث من أناس يصلون ويصومون ويحجون ربما أكثر صلاة وزكاة وحجاً ودعاء مننا لكن التسليم هذا لا يسلمون مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتحقرون صيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز وحناجرهم يمرقوا من الإسلام كما يمرق سمن الرمية ليس فقط الخوارج للمقاتلين هناك خوارج قعدة هناك يعني التعصب هذا موجود هذه النفسية الخوارج لم تظهر فقط في عهد عثمان بن عفان وفي عهد علم بن طالب هي موجودة من أيام قال بعضهم للنبي اعدل يا محمد موجودة وهذه تدل هذا الأسرار وهم ينصحون هذه الفئة التي فصل فيها الله يدل على أن هذه النفسية بحاجة أن تدرس وإن شاء الله سنتوسع لاحقاً إذن ثم يخاطرهم الله يقول وإن كنتم في ريبه مما نزلنا على عبدنا هذا واضح أن عندهم شك إذن هذه الفئة التي تزعم أنها آمنت ولم تؤمن والتي تفسد في الأرض والتي قيل لها لا تفسدوا وقيل لها آمن وكما آمن الناس وقيل لها وكان لهم شياطين ولهم باعوا الهدى يعني باعوا واشتروا الضلالة بالهدى هذه كلها عندها شك في آخر الآيات يكشف لنا القرآن الكريم وإن كنتم في ريبه مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين ثم في آخر الآيات يقول وقاتلوا آسف وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها آسف تجري من تحتها الأنهار وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بهم متشابها ولهم فيها أزواجهم وطهرتهم فيها خالدون هذا النقيض هذا النقيض هذه الجماعة المسلمة أول من وصلت المدينة كانت في هذا الفئة اللي في صفحتين وهذه الفئة التي في آية هذه الفئة التي في صفحتين فصلها الله عز وجل هذه لم تدرس وهي كما قلنا السيرة النبوية أن تدرس نفسية هذا النبي وحرصه على أمته وإشفاقه عليهم وتفلتهم منه يتقاذفون في النار كما في بعض الأحاليات ورد أنه يتقاذفون كما يتقاذف الفراش في الضوء أو في النار وهو يريد صدهم عن النار وهدايتهم سبيل الجنة ولكن تمكن الأدواء أو الأمراض من النفوس لا يترك مجالا لهذه الهداية أن تصل والأدواء هنا سنفسرها وهي تتلخص في ماذا أعوذ بالله نشيط الرجيم تتلخص في الكبر الذي هو معصية إبليس الأولى يعني ابحثوا عن أي تعصب في هذه الدنيا أيها وأي عصبية ستجدون لمعصية إبليس الأولى الدور الأساسي في تفريع الكبر تفريعه لعصبية قبلية عصبية مذهبية عصبية عنصرية كبر على فلان يعني يتفرع لكن كل هذا يجتمع في الكبر سبب ضلال هؤلاء هذا البرد سأوه الكبر هذا الاستعلاء على المؤمنين والقول بأنهم سفهاء سببه الكبر هذا الإفساد في الأرض وتشكيل علاقات يعني مستقلة عن النبوة الكبر والقول بأنهم يستهزئون كبر كل هذه فروع إما كبر أو فروع من الكبر بل حتى النبوات نفسها لم ترفض النبوات إلا قولهم أبشر يهدوننا أنزل عليها الذكر من بيننا يعني لم يستجيبوا لأن هذا بشر يريدون نبي من قبيلتهم كل أمة تنكر لأن هذا بشر فتتكبر هذه الأمة على هذا البشر سإن شاء الله على أي حال قد نذكر لاحقا بعض الفوائد ونختم هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم